يواصل مركز اليسر للكلية الصناعية بسيئون تقديم خدماته الكبيرة لمرضى الفشل الكلوي في ظل ما تشهده البلاد من أحداث متسارعة أدت إلى إغلاق عددا من المراكز الصحية في العديد من محافظات الجمهورية حيث بلغ عدد المستفيدين من الخدمات التي يقدمها المركز بمدينة سيئون والقطن خلال العام نحو 360 حالة من مختلف محافظات الجمهورية يحصل هؤلاء المرضى على أكثر ما يزيد عن أربعة ألف جلسة استصفاد موي مجانا استفاد من مراكز الكلا أكثر من سبعين حالة زراعة في استخدامها لحالات علاجات زراعة كثير من الخدمات التي تقدمها مراكز الكلا ليس على جلسات الغسيل وإنما في المجالات الكثيرة هذه الأرقام ليست بهينة 140 جلسة غسيل تعتبر رقم يحتاج إلى الوقوف أمامهم في الدراسات البحثية هنا في هذا المركز أيضا وقعت مؤسسة صلال التنمية باتفاقية تمويل أدوية مرضى السرطان لست أشهر بمبلغ 75 مليون ريال وبحسب المركز أن ما يقارب من ستة آلاف مريض سيستفيد من هذه المبادرة وهو ما يؤمل المرضى لعلاج حتى خلال العامين القادمين المؤسسات المحلية كصيلة للتنمية وغيرها تسهم بجهود ملموسة لتحسين الوضع الصحي بوادي حضر موت وتقديم الخدمات الطبية لمرتادي مركز الأورام لعلاء السرطان بالوادي والصحراء ومركز اليسر للكلية الصناعية الذي يعد أول مركز للكلا في الجمهورية اليمنية يقدم العلاج مجانا مؤسسة صلاح قدمت العديد من الخدمات سواء الصحية أو التعليمية أو في مجال الإغاثة والرعاية الاجتماعية من خلال الشراكة المجتمعية النابع بالشعور بالمسئولية تلعب بعض منظمات المجتمع المدني دورا بارزا في تحسين البنية التحتية للمراكز الصحية للرفع من جودة الخدمات الصحية خصوصا في ظل عيز الجهات المختصة نظرا لما تمر به البلاد من ترد الأوضاع خصوصا في الجانب الصحي حدد مساعد قناة بالجيسة حضر موت